يجب أن يجب العدو ماذا يجب العدو ماذا يجب العدو ماذا يجب العدو بكري كانت سهلة بين العدو الرومي في الجزائر فيزيك عدو مقاومة يخرج العدو مقاومة يخرج من البلاد يجب العدو العدو الرومي كان المواطن الآخر الذي يجب العدو في الجزائر يجب العدو لكن تغيرت لم نستطيع أن نرى لكن لا يوجد 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 في الحلقة 2-3-4 ندخل في الموضة لا يوجد من الموضة لذا أصبح عدو عدو هذا يجب العدو يجب العدو يجب العدو يجب العدو تفكر 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 وتفكر تربح تفكر يعني الخامج نطلعوه المضيف نكرازيوه الجايح نقدموه القدام اللي لا بس بيه وفاق وكده نوخروه نكرازيوه نكمبليكسيوه نهبلوه نحجروه من البلاد نقزلوه لي نخليوه يمشي يهضر وحده سرق التراوات الوطنية والعمل العالي يعني تأتيم الجو بوحميه في مفهر حاجة يعني هذا هو الاستعمار مدام هاد الشروط متوفرة رانا تحت احتلال دوك العدو هذا مدام يقوم بأعمال تعمل استعمار لازمو وسائل لازمو انترفاس يعني سيطار يتعامل به هو الرئيس الحالي تبقون القيادات الكبيرة على الجيش قيادات كبيرة على الشرطة الحركة وبيانسير الطبابلية الخوانة كما هذو اللي ترشحوا الانتخابات على البرلمان يقدر الشعب الجزاري يحكم عليهم بالخيانة العظمة لأنهم يويل قوشوني راحيني مددورخ سا لنظام غير شرعي دونك هذو ديجا هذو ديجا هذو اللي ترشحوا تعرفوهم براف بيانسير هذو حكم سياسي سيبولي هه سيبولي 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 هه سيبولي بريطيك صفوطو بريطيك سيبولي مي لفت ديجا ديجا هذو اللي ترشحوا سيبولي سيبولي هذو خوانة منذ كمي نحن ومبعد او رفن سيبولي ديجا ديجا تقاني ديجا ديجا الادو لزيمن نحديد عرفنا يديه ورجليه شكون هما ولسانه سير رئاسة الحكومة الجماعة لذلك لنقوم العدو عندنا الانترفاس نعتبره هو شغل المخ بالصح المخ يكون نحيوله اليدين والرجلين واللسان والأينين والودنين لا يبدو أن يصلح لهم لأنه لا يوجد عمل هذا كل ما نرى من بعد في الموضة أوبراطورية ما نريحه؟ تحديد العدو الآن العدو نتعنا هذا وماذا من النوع؟ هل هو جزائري أم أزيغي محد؟ أم هو شيء فلا العدو نتعنا المسيطر علينا هو موش جزائري فهو أجنبي هم أولاد الكولون أولاد الكولون يعني المستعمر الحديث وليس بجزائري العمالة نتعنا جزائريين كثير منهم الأصول نتعنا لا نعلم لا نحب نحكي الأمر فهو أجنبي الجزائر تحت استعمار واحتلال أجنبي وليس بجزائريين وليس بجزائريين وليس بجزائريين الأول شاريس جزائريين من كل الإتجاهات والطبقة المتقافة والطبقة الطائرة وليس بجزائريين وليس بجزائريين وليس بجزائريين وليس بجزائريين وليس بجزائريين نحن بجزائريين يضيح من الأشيار يعني السبوع أجنبي الجزائريين وليس بجزائريين ولكن يجانبیں وليس بجزائريين كل 30 سنوات وهو ما يتحدث عنه لأن الشعب يتعلمون و يتعلمون و يطالبون و ينددون و يتعلمون بطريقة مستقبلة و مستقبلة يعني منظمة و منهجة تحديد العدو في حالة بلادنا في هذا الزمان كان يمكان بين عنده مصالح و المصالح انتعوا هي اللي مخلية الدول العظمى تسنده لأن المصالح انتعوا مرتبطة بمصالح الشركات العظمى الكبرى لأن المصالح ليس قضية الدول العظمى عندما يتعلمون بطريقة مرتبطة لأن المصالح لدينا حمال حراشي والله بلادي غانية مات فينا و انا عايش فاقير هذا صحيح البروبة أولاد البلاد عايشين الهم والبراني يبوم بي هذا يجب أن تساعد لذلك يجب أن نتعلمون بطريقة مرتبطة ويجب أن نتعلمون بطريقة مرتبطة لأننا نتعلمون بطريقة مرتبطة بالنسبة لي يجب أن يجب أن تقوم بطريقة مرتبطة ويمكن أن تساعد فهذا يجب أن تساعد هي طريقة مرتبطة كما تساعد لكن يجب أن تساعد للبادل لأن الم Bernatilla هما كانت إليك تساعد الكماندان دباره ليكيب باج وانت اصلا ما تعرفش تسوك تراتينات